خليه مر اللي عندي بكرة ماشي لا تواخذيني يا خانون ما بعرف انك بضيافتنا ما في مشكلة خير طمنيني صاير شي لا سمح الله صاير شي كتير كبير بس انا ما بعرف كيف بدي وصف لك ياه اللي صاير انه انا اول مرة بحسب الامان ما بعرف كيف بالوقتي اللي كل الناس عم يتكالبوا علي لقيتك انت سند وامان انا ما بعرف انت شو عملت لحتى خليت ابو سليم يردلي حقي بس اللي بعرفه انه رب العالمين سخرك لي لحتى تحميني كتر خيرك انا بشعر هيك اجيت بذات نفسي لحتى اتشكرك انا ما عملت شي لا انت عملت واللي عملته اكبر منك خليته يرد اللي حقي عنشت كتر خيرك يلا بخاطركم شرفتينه يا خانون شرفتينه شرفتينه انا حضرتلك الغداء رح قلبس ملايتي وروح على شغلي انا حضرتلك الغداء رح قلبس ملايتي وروح على شغلي او ما عبدك تقليلي وروحتي بلا كنت عمرت دينة لاصحابا لعبدو موسيقى 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 ما حسرتلك يا سعاد ما لحقت تعيشي بعزه لأبوكي البنت كتير بتنعز بأبوها وانا شفت هاد الشي بعيون بنته لعبدو موسيقى قديش حلول واحدة يكون عند أب يحبه ويخاف عليها ويكون سنده وأمانه ومظهره أبدا ما كان الله يخليلي إياك يا أمي يديمك فوق رازي خليلي إياك يا حريتي وانا ان شاء الله بوعدك ان يكون سندك وأمانك وجملك كل العمل شكرا